اشتركوا في القناة والشكر الكبير طبعاً لك أبونا يلي منعتبر هالسلسلة من الحلقات هي إرشاد فعلي لشبيبتنا ولكل الأشخاص يلي عن جد إذا تابعوها بيشوفوا بما كان ما أنه هن لابسين أحد هيدا الأقنعة يمكن مفكرين أنه هيدا طبيعتهم ولكن هي كناع لأنه ربنا ما ممكن يخلقنا إلا على صورة مليئين المحبة والتواضع مزبوط مزبوط والحلو أنه بيقدر الواحد بهالسلسلة أنه يختار الحلقة اللي بده إياها لأنه فيه عنوان لكل حلقة يعني ما عم ندخل الأمور ببعضها ليقدر يتأمل بكل شغل الحالة وفيه ناس كتير خير قلة عم تتفاعل وعم تبعث أسئلة وعم تعمل بحث نقد ذاتي اليوم نجاوب على سيدة ماري حرفوش يلي سألت عم تسأل عن حلقة الماضي أبونا اللي كنا عم نحكي فيها مع الأشخاص العاطفيين يلي قلبهم بعقلهم كيف بنا نتعطى مع هيك أشخاص هيك بسريع توروح حلقة مزبوط أنا قلت الله للمضام أنه راح جاوب بهيدا بهيدا الحلقة بس راح جاوب جواب عام بيمشي على كل الأقنعة مش على قناع واحد لأنه تقريبا كلهم بيشبهوا بعض يعني مصدر واحد نقص بمحل ما وردة الفعل هي هالقناع يلي نحنا مرات يمكن نحنا بنقشعه بس هو الشخص اللي لابسه ما بيقشعه فأنا راح أعطي هيك جواب مختصر أول شي طبعا قبل كل شيء أنه نحبهم قبل كل شيء لأنه بس نكرههم أو نعمل رفض لهم بيكون عم نخليهم يلبسوا مش بس هالقناع ويلبسوا أقنع عفوق أقنع عفوق أقنع بخافوا لأنه بتعمليهم بيعملوا ردة فعل أكتر على الخوف يعني أنا ما بساعدهم لما بكون آسي معهم أنا ما بساعدهم لما بكون هجومي معهم أنا ما بساعدهم لما بكون ما في محبة بقلبه أو ما في عاطفة تجاههم فأزرا أنا بدي أقدرهم وبدي أحبهم متل ما همني بس بيرجع دغري بيجي معا بذات الوقت حماية أنفسنا منهم يعني ما تتفاجأوا هؤلاء ما منهم مختلفين أن حبهم مش معناتها أنه اسمحلهم يأذوني فأنا بدي حبهم بس بذات الوقت بدي أحمي حالي من هالقناع يلي لابسينه يلي ممكن يأذي بدي أحمي حالي يمكن من غضبهم أو تجريحهم أو عطفتهم يلي مرات ما بتاخد قرار يلي بتأذيني لقلي فإذا أنا بحمي حالي وبذات الوقت بحبهم كمان أكتر من هاك إذا بدي أحكي على الأرض بدي أصير لمحلهم من وقت لوقت ببعض المواقف يلي ممكن تساعدهم أنه يكتشفوا حالتهم أو شخصيتهم أو القناع يلي لابسينهم هيك ببالت شو يقدروا يشلحوا إذا اكتشفوا شو مشكلتهم مظبوط بس هوني أنت عندك عنا حاجة أنه نلاقي الموقف المناسب لأنه أنا ما فيي بس أكتشف أنه الشخص عاطفي ده يجي يقول له أنت عاطفي أنت عاطفي أنت عاطفي كل الوقت لا ما بينفع يعني ما رح ينتبه ولكن من وقت لوقت لما نكون عم بحبه قبل كل شي برجع بقول لأنه لما نكون عم بحبه تيتقبل مني أنا ملاحظتي أو هذا بدي أحبه وبرجع بقول بدي أحمي حالي وبنطر الوقت المناسب بموقف معين بلمح له بقول له لك أنت كيف تصرفت هون طبعاً بتكون عاطفة أوكي كتير مهمة بتخليه يوعى بس شو من حدث معين مش بفقرة بفكرة عامة أنه أنت منك منيحة أو أنت يعني I don't label مثل ما بيقوله ما بلزق على شعار كبير ما بيعود يتغير وبآخر نقطة بس بعد نقطة سريعة آخر شي بدي أحكي معه شخصياً دايماً ابنها العلاقة الشخصية ومش قدام العالم مش قدام الناس ولا مرة أعمل ردة فعل على قناعه لأنه ما بخليه أنه يتقدم يعني لما أنا قدام الناس أنا بعرفك وشايفك وخلص لازم أنت تتقبل مني لأنه بحبك شبقوا إياهن ورا بعضهم ما بيعود يحكي بحياته ما بيعود يطلع منه خلص بيصير إذا أنا عاطفة بيصير عاطفة أكتر إذا أنا غضوب بيصير غضوب أكتر إذا أنا حرامة بيصير حرامة أكتر إذا أنا كذا بيصير أكتر فإذا نقل الوقت المناسب والمكان المناسب وبطريقة شخصية وبحب كبير وبذات الوقت انتبه على أني حافظ على حماية لحظاتك طبعاً اليوم رح نحكي يا أبونا عن أشخاص يلي للأسف هن الأكترية بالمجتمع ويلي نفكرين أنه عن يعملوه صح كنا المظهر الخارجي صح عندك يلي حبين حالون كتير 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 وسط لحد الغرور وعندك يلي مش حابين حالون أبداً 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 بدون يروحوا لحد التغيير الكامل بشكل الخارجي صحيح هيدا واحد من الأقنعة يلي اليوم العالم بيتفشنا كمان أنه نعيشه للأسف هيدا عم بيزيد وإن شاء الله هلأ مع الكورونا يكون عم بينقص لأنه تي كتير إشا تغيرت وتبدلت يمكن الماديات هن كتير بيساعدوا على لبس هيدا القناع بدك هيدا بيكلف لأنه صح بس ليش عم بقول أنه المجتمع اليوم والحياة اليوم العملية اللي عم نعيشها هي عم تدفش العالم صحب هيدا الشي إن كان التجارة إن كان الدعيات صح دعيات صح الأفلام السينما الأطب التطور كل شيء الطب يلي صار بيعطيك البنوكي يلي بتسهلك بيعطيك لون لحتى تقدر أنت تغيري مظهرك كل هالأصص بس أكتر من هك كمان اليوم مسلسلات يلي غريبة عن الكولتور تبعنا عن مجتمعنا عن معتقداتنا بنصير نتطلع لك هاي شو حلوة لك شكلة شو بصير نحنا بدنا نصير نشبههم أو شي هلأ خلينا أحكي واحدة ورا واحدة أول شيء بيلبس قناع المظهر الخارجي يعني أنا بالمظهر الخارجي هو الشخص المغرور بذاته يلي كل الوقت بيطلع على المراية وبشوف إنه شو هالجمال بيحكي مع حاله يمكن قول شو هالشخص أنا شو هالشخصية وبينزل يتباهى بحاله هيدا شو خطورته على ذاته نحن نعمل فحص اليوم قراءة نقت ذاته خطورته على ذاته لأنه منه منتبه لهذا الموضوع خطورته على ذاته إنه ما في شيء بالحياة بيعطيه قيمة إلا مظهره ما في شيء بيعطيه قيمة يعني لا بيعرف مواهبه لا بيعرف علمه لا بيعرف علاقاته لا بيعرف أصدقائه كلهم هاودي ما بيقدروا يساعدوه يعطوه قيمة قد ما ذاته بتعطيه قيمة لذاته وهاودي على عمر الخمسة وثلاثين بس يقلبوا على الأربعين فوق الأربعين هاو بيبلشوا ينزلوا نزول نورمال لأنه بيبلش مظهرهم عم بيتغير بيبلش نفسيتهم تتغير بيبلشوا ما يتقبلوا حالهم وهذا بيسبب لهم انهيار إذا بدك وما بيعرفوا لا يعني ما بيقدر يعرف ليش أنا بلشت فوت بكآبة ليش أنا نفسيتي مش مرتاحة؟ حيتمشي رجال ونساء أكيد رجال ونساء هلأ بدوني بيبلشوا ينطبهوا إنه إذا أنا باني كل حياتي على المظهر الخارجي هل قد بعطيه وقت هل قد بيتهم فيه فإذا أنا رايح صاوب الانهيار بيوم من الأيام بدون ما أعرف ودغرب تكتشفين يعني مرة كنت عم بشوف ملكات ملكات وملوك الجمال قديش هن مرات ما عندهم سقافة كلنا منعرفها ومنتضحك ما عندهم سقافة ما عندهم علاقات ما بيعرفوا يحكوا ولكن عندهم المظهر المظهر الخارجي وبيتباهوا فيه يعني بتحكي معه إذا إذا أنت بتعبريله للشخص أو للفتاة عن إنه في كتير أخطاء بحياتهم ما بيقش عواء لأنه بالنسبة لإلهم جمالهم طاغي على كل شي طاغي على كل شي وبياخدوا كتير وقت من نهارهم بترتيب حالهم بتثبيت حالهم كتير بهمهم الشوپنج وشترية الغراض وتغيير يعني تغيير اللبس وكل يوم مثلا ما بيقبلوا يلبسوا نفس الأميس على يومان ما بيقبلوا يلبسوا نفس هدك موضوع الصور هلا والصوار 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 والصوشيل ميديا والفوتو شوتينغ يعني صار حيالة واحد مدفي شغله حلو أبونا هيد الخطر هون اللي بتشوف صوارهم على وين ما كان؟ وبترجع بتشوفهم شخصيا بتقول مش معقل مش هود إياهوا نفس الأشخاص. لا. هيدا مش غش كمانة. لا صح. ومرات كتير بترجع بتكتشف فيهم لما بتلتق فيهم شخصيا انه عايشين حياتهم منا مرتاحة. منا المبسوطين بحياتهم. بس المظاهر. بس المظاهر. بدي خبر خبرية عن قصة اللبس لأنه هن هود جماعة ما بيلبسوا إلا أهم ماركات عالمية. بيخبر واحد من الأشخاص الأغنية انه الماركات العالمية اخترعوها تيخدعوا الأغنية ويسحبونهم مصرياتهم. من الأغنية بقوا يلبسوا عادة. والفكرة انخدعوا فيها. لا. لأنه هيدا النقص يلي عنده ياهد الشخص. بفكروا انه اللبس بيغطي. بفكر انه اللبس بيغطي. فبيروح بصير يشتري تياب ويغير بوجه ويغير مظهره ويغير كل شي. هلأ نحنا عم نحكي أول شي عن اللي معتبر انه هو ملك جمال بحياته كل شي. يمكن يكون حلو يمكن لا. يمكن حلو. ايه ايه. بس قده حلو واحد فعندها السئة بذاته يعني. قده حلو انه يكون مش حلو وعنده هيدا الكناع روعة. في كتير في كتير. نياله ايه. انا هيدا بقوله ساعتا نياله. بس اقلك ياسوع شو بيقول بيقول بمحل من المحلات بالإنجيلة. لأنه نحنا عطول هيك بنعمل لينك بسيط للكتاب المؤدس. بيقول انه مرات كتير منكون مثل الكبور المكلسة. شكلنا حلو من بره. شو هن الكبور المكلسة. ايام الشعب اليهودي كانوا الكبور يحطو لهم كلس أبيض. تم يطلع ريحات حتى هيدا. شكله حلو أبيض بس من جوا نتن وعفر فارغ. ما فيه شي. فيه موت. فقديش مرات هيدا الشخص يلي بهمه الشكل الخارجي. قديش من المرات عم بيكون قبر فارغ. شكله حلو. بس من جوا هو. هو. إذا بيفوت على قلبه بيكتشف حاله قديشه فارغ. ساعتا بيرجع بيلبس نفس الكناع لا يظهر للحياة. لأنه ما عنده شي تاني يقدمه. بيرجع بيظهر بجماله ولبسه. وقديش كوله. التطوات اللي بحطه مرات. بصير من فوق لتحت. خيالي في ناس. هيدا شو هالبدعة لجديدة؟ هي مش بضعة جديدة. قديمة. بس خيالي بزيدوه بزيدوه لدرجة انه إذا شلح قميسته بصير كأنه لابس قميستاني قدمحات التطوات. يعني شو عم تعمل؟ شو عم بتخبه؟ شو عم تظهر للناس؟ قديش انت اليوم بدك تظهر شي ما أنه حقيقي لإلك. لأنه هالقد متألم والقد عم بتعبر عن قلمك أصلا بنوعية الصور اللي عم بتحطها والأصص اللي عم تطبعها على جسمك. بس أكيد مش هيدا موضوعي. يسوع بيقول أنه منلمع الكاس من برة أما الداخل بنتركه مجوة. هيدا التلميع الخارجي. هيدا الكناع. هيدا الكناع اللي عم نحكي عنه ياللي ما بيوصل لمحل. انتبهي فيه يكون حدا كبير فيه يكون حدا صغير. صح. اليوم الجان يمكن بنشوفه أكتر فيهم. لأنه بدا تشوف كيف بدا تلبس على المدرسة. بس الكبار نفس الشيء. وكبار بالعمر. أكيد أكيد. بس أنا هون بوجه بتوجه للي هلأ كمان بعمر المراهقة. انه نطبهوا من هالخدعة. ما تنخدعوا ببعض كون. إذا المنت لبست وغيرت. قداش كينا نتخنق معهن بالمدرسة. ما بيلبسوا الكوستيوم طبعا المدرسة. لأنه كل يوم بدا تجي الفاشن طبعا. اليوم بدا تلبس هاك. وبكرة بديوا لبس هاك. والشاب كمان. وبصيروا يججلوا عبعض بهالطريقة. يلي كله أقنعة. لأنه حقيقتهم بيبكوا بقضتهم. بيبكوا عتختهم. متألمين ما عندهم باية. هيدا البدء. يا ابونا ذكرتني هلأ أيام المدرسة. يعني تصور بصف كامل أو بسيكل كامل يبقى يكون فيه فرد شخص هيك متمرد. كل الوقت. يعني كل الوقت. يعني كلنا لابسين نفس الكوستيوم هي الشخص الوحيد. وللأسف ما نشحت أبدا بحياتها. أكيد. لأنه. لأنه الشكل بس هو كل حياتها. يعني أنا إن كان بدءا من المدرسة. أنا بدأ المحصل ثقافي وعلم وصداقات. أجمل شي الصداقات. والرفقة. يعني خناقات كانت كل الوقت. بالي بحالي. بالي بحالي كل الوقت. تطلعوا علي. تطلعوا على فستاني الجديد. تطلعوا على عويناتي. تطلعوا على المكياج اللي عم بلبسوا بيجي فائع. ليه بيصير يقوى. خليني نروح لتاني واحدة. اللي هي الرفض. بدل ما كون أنا مغرور وإبلان. الرفض. هيدا إنسان. وبقل له ياها. ميم ما كان شاب أو بنت. بقل له عمول فحص ضمير سريع هلأ. وشوف إذا أنت مرتاح مع حالك بكل اللي عم بتغيره بمظهرك. لأنه منه مرتاح. لأنك مش مرتاح عم تعمل هاك. أنا بقول لهذا الشخص يوقف كل المظاهر الخارجية ويرجع يدخل على عمق حاله وينظف من جوه. ويغير يعني يعني يعمل عمليات تجميل داخلية مش خارجية. وهدي ما في حكيم بيقدر يعمله إياها. هو بده يعملها لحاله. هون بقلك أنا ياما ملتق بناس حرام. يعني كنت أعرفهم. وكنا نحبهم مثل ما هنه. نصحين. قصار. البدي كيف؟ مهضمين لأنه بحياتهم. مهضمين بلقاءهم. بحضورهم. بهضمتهم. بشخصيتهم. حتى كنا نروح مخيمات. أكيد. كنا نطلع مخيمات مع شباب وصبايا ونحضر للولاد. للأطفال. كان أهدم عالم نحسهم. هن النصحين. لأنه هن أنا التقات بكتير ناس ما بيتقبلوا حالهم إنه النصحين. مع إنه ما في شي غلط. بالعكس. الصداقة والعلاقة منا بالمظهر. صداقة والعائلة هي بجمال القلب. بجمال الروح. وهو دي أشخاص أنا كتير بحبهم. انصدمت بيوم من الأيام بعد سنة بلتقي بهذا الشخص ما بعرفه. ما بعرفه. ضعفان كتير. مغير لون عناه. مغير لون شعره. حاطة مكياج فائع. مغير لبسه. مغير كل شي غير شخص. غير شخص. التقت في حكيته. بتكون كل شي تحول بحياته. أكيد. بس هذا التحول خطر لأنه ما أنه تحول طبيعي. هو تحول قناعي. متل ما عم بيقول متل ما عم بيقول بالمنطق السلبة. يعني اللبس شخص ما أنه هو ليرضي المجتمع. ولما حكيت معه. وارضي المجتمع. ما رضي حدا. أصلا هلأ رجع للشخص اللي كان قابل. نشكر الله أنه رجع لهذا الشخص. ولكن أنا عم بيحكي معه صور تشوف بقلب حديثه أنه هذا المظهر كله غير له حتى لغته. حتى الجمل اللي كان يستعملها. حتى بساطة ضحكته. يعني قديش تغل على المظهر أنه ضحكته ما تكون هاي الدحك اللي كان يتحكها. أنه حديثه ما يكون الحديث العفو اللي كان يحكيه. فأتحيله يعني. بيفقد حياله. ما تستهوني بالمظهر الخارج. وهي دي الخطورة بالموضوع. أكيد. ما فينا نستهون بالمظهر الخارج. بيقدر يفقدنا ذاتنا وحقيقتنا إذا ما تقبلناه. الله خلقنا. الله لمن خلق الكون كله وخلق الإنسان رأى ذلك حسن. يعني شايفنا حلوين. متل ما نحنا. هلقد حبنا. هلقد بيشوفنا عن جد بجمالنا الداخلة. اعتبر قلبه بقلب كل واحد بنا. أكيد. أكيد. منشان هاكي علينا نحنا نقشع هذا الشي نقشع الداخل طبعنا. تعرف مين أكتر ناس أحرار مش اللي بيفرقعوا بحالهم من برة وبغيروا مظاهرهم. يعني ع طبيعتهم. هن اللي ع طبيعتهم هن الأحرار. هن اللي ع طبيعتهم متل ما هن لأنهم صريحين حقيقيين مهضمين لازيزين قعدتهم حلوة وقدرة تبني معهم جسور صداقة. اليوم في أحد الأشخاص بده يمكن بيتعرف على. منقول يعني كيف تعرف على هذا أطول منه أو أقصر منه أو شكله ما بيشبه. وكيف حبه. حبه لأنه حكي بلغة القلب. مش بلغة المظاهر. فكل مرة أنا ما بتقبل حالي بروح للتقليد. هن بنشوف أكيد حتى في موجودة مجتمعنا بس بالغرب بعد أكتر. وعم تجي. موجات عم تجي. لمن أنا بدي سير بشبه شخص تاني. لأنه هو الإدال طبعي. هو الرمز طبعي. الجمال وهيضا. بقعد بعمل بغير 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 بشكل اللي سير إشبه. يعني أنت مين؟ بيبطل هو. أنت منك أنت. أكيد منك أنت. خليني تا ما كون عم بيحكي عن قصص كتير بعيدة. لأنه مش كل الناس بيعملوها هيك. بس بدي أرجع أذكر أنه هود الأشخاص ممكن يكونوا ناس عاديين عم بيعيشوا حياتهم اليومية. مادام ومسيو. لما نتوها عالصبح. لما نتوها عالصبح. لما نتوها عالصبح. بدكن تحضروا حالكن. ما تهتموا كتير بالشكل إذا زبط على الآخر وعلى على 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 يعني على آخر على الليبرا. على الليبرا. متل هو بقولوا قالب الإخزان على يعني مش عارف شو بدو يلبس شو. ما تهتموا. تطلعوا الصبح بالمرأة واسألوا حالكن إذا اليوم رح تكونوا حقيقيين. إذا اليوم رح تحكموا عن الناس متل ما هن بيعرفوكن. إذا اليوم رح تنقلوا حب يسوع للأشخاص اللي رح تلتقوا فيهم. لأنه المظهر بيبقى مظهر. والعالم بيقدروا يقروا القلب من ورا تياب ومن ورا المكياج ومن ورا عمليات تجميل. قادرين يفوتوا على نص قلبكن ويعرفوا إذا عم بتمثلوا أو أنتوا حقيقيين. رجعوا عيدوا النظر بحياتكن. الحياة المظاهر مقلة طعمة بتخبي كتير قصص لازم تشتغلوا عليها. شيلوا المظاهر الخارجية وعن جد دقوا بجروحاتكن الداخلية ودقوا بالضعف طبعكن وما تخافوا منه. لأنه هيدا بخليكن إنكم تغيروا شخصياتكن وحياتكن وتلتقوا مع كين الناس. وصدقوني رح تكونوا حلوان. ورح تباينوا لقلنا حلوان. مية بالمية. مية بالمية. مثل ما كمان بلشنا أنه حلاوة الروح والنفس هي اللي بتغلب على حلاوة الجسد يعني. أكيد. مثل ما قلت. أشخاص أيام ما بيكونوا هلقدي حلوين. ولكن بتكون مش مصدق أنه تشوفهم وتلتقى فيهم. قدم قعدتهم حلوة. قدم قديسهم أبدا. ما بتفكري. ما بيجي عراسك شكرا. وبيصيروا أشخاص صغير يسألوك أنه مش حلوين هل أشخاص كيف يعني. ولا مرة انتبهها. ولا مرة بتكون أنت شايف أنه هيدا الشخص اللي عنجات أنه مش حلو لأ. بالعكس بكير حلو. ما بيعنيه الموضوع. ما بيعنيه كل موضوع. أي ماذا بنا نوصل هيك لهالوقت أنه معاود نطلع بالخارج نقشع بس الداخل. قليت بس اللي عم تقوليه سوري هلأ فتح لي نظرة عشاغلة. أنت اللي عم تقوليه أنه عن الناس اللي بيقلونا ولو ماناك شايفوا أنه هيدا. بدي أقلك أنه هاو الناس كمان بهمهم المظاهر. كناع. كمان كناع المظاهر. قليت بتليه شخص طبيعي. أنه على طبيعته قصدي يعني. أنه مش طبيعي. هو بيكون الشخص على طبيعته لحد ما كمان يجي ناس لابسين هالقناع ويأثروا عليه. يعني يقول له لك نحن لابسين هالقناع تفضل أنا بقدم لك نفس القناع ألبسه أنت كمان. بصير يفتحولك نظرك على أنه هيدا بشع وهيدا حلو غزة. نحن مش لازم نتأثر فيهم. الشخص يلي هو بيهتم بمظهره كمان بيهمه كتير المظهر بالشخص الآخر. وبصير ينكوز بالباقيين. بس تقلك شغلي كمان كمان بين كل هود الأشخاص أنه بيضيعوا كتير وقت بحياتهم من هك ما بينمو. كتير بيضيعوا وقت. إن كان بأنه يتطلعوا على غيرهم. وإن كان يتطلعوا على غيرهم وإن كان يهتموا بحالهم. وإن كان يأنعوا غيرهم يشوفوا مثل ما هني عم يقشعوا كمانا. أدا فيها تضيع وقت. وإديش خطرة وإديشهم كتير يا أبونا. أكيد. وإديشهم على السوشال ميديا عندهم تأثير كتير كبير كمانا. اليوم في ناس فاتحين صفحات بسطة يظهروا ذاتهم. يعني بتستغرب. مثلا بنت بلتق فيها بتقلي أنا انفلوانسر بسموهن. إنه أنا بأثر بالعالم. تجي بتشوف شو بتأثر فيهم للعالم. فارجينا هالصفحة. بتفتحي له صفحتها أو بتفتحي له صفحته. صور لقلهم. صور بهالتياب وبهالبوزيسيون وبهالبحر. وعشت وعلى البيت وعصت حوائدة. شو هالإنفلوانسر أنت أو أنت يلي عم تعطي شي جديد للناس. تخيل قده صورنا سطحيين. وقده في فالوورز بيتابعوهن لعنه تشوفه آخر صورة بده تحطها. وآخر صورة بده يحطه. كله مظاهر مظاهر. بده هذا شي بأثر على الأشخاص اللي عم بيتابعوهن. يلي حابين يكونوا مثلهم. لأنه بيناظرهم هنه ناشحيين. وبنقحنوا ما بيقدروا. لأنه هي صورة غير على الفلاش. كيف بدي أعمل صفحة؟ عمره ما يكون صور. عمره ما يكون مظاهر. عمره ما يكون لبس. كونوا حقيقيين. لكن احنا فقدنا إنسانيتنا لأنه صدنا كتير أشور. صدنا كتير عايشين على الأشور. وصدنا كتير سطحيين. وما معنا وقت نتعمق بقى. ما معنا وقت نتعمق بإنسانيتنا. ونشوف شو قدرين نطلع منا. رزق الله على جبران خليل جبران. ومخايل نعيمة. وهالناس الكتاب الكبار يلي كتبوا عمق الإنسان. لأنه هالقد عطيه وقت. نحن بنعرف شكله لجبران خليل جبران. أنجأ كم رسمة مرسومة بتشبهه. نحن عنده صور جبران خليل جبران. وكلها الشعراء. ولكن عندهم الروح الإنسانية اللي كتبوها. وينن اليوم. خلي يطلع جبران جديد. خلي يطلع مخايل جديد. خلي يطلع كتاب وشعراء جدد. يعملوا صفحات ليعبروا فيها عن الروح والنفس. مش مظاهر وصور وماكياجه وشعره وحواجب بدقه بالشاشة. أو أقوال. عندك أقوال كمان في منهم. بيطلعوا بيحطوا قول اليوم. ممرات بتكون أقوال مادية كمان. صح. يعني اللي ما بيحبك متل ما انت بشكلك تركه ومشيه. وهالقصص اللي. ايه هود اللي عم بحكي عنه. في أقوال كتير مادية أنا بتطلع فيها. وبقول منا مسيحية وبحطوها ناس مسيحيين. للأسف فقدنا الروح بمحال من المحلات. لأنه الجسد عم يطغي. عم يطغي على الروح. وعم بيخبيه وعم بيتمه وعم بيخناقه مرات. كيفينا نساعدهم يا أبونا هيك أشخاص. بمحبتنا لقلهم بتكفي. قلنا نحنا بالأول كيف هيدا. أكيد محبتنا كتير لقلنا. وأنه نحنا ما نزدلهم. تبهي. نحنا علينا ما نزدلهم من هالقناع. يعني اليوم بس نقولوا واه شو حلوين. وما نكذب عليه. رحقلك شغلة. هيدا كتير بتأذي وهيدا بتخليهم أنه يلبسوا القناع أكتر وأكتر. نكذب على هالأشخاص. يعني نحنا منكون كلنا بالجروب. عارفين أنه هيدا شخص مقنع. بالمظهر الخارجي. ومن بسبس ومنحكي عليه قد ما بدك. قد ما بدك. بس لما نيوصل كلنا واو. شو هالجمال. شو هالشيك. شو حلو جزدانك الجديد. واو هيدا ومنبرم لك يا أم هيدا لك. ما نحنا عم نقذي. ما نحنا عم نساعده للشخص أنه يدل خيفانه وعم بيحمي حاله. ويمكن هو بينه وبين حاله بيعرف أن نحنا عم نحكي عليه. من شان هيك ما بيقدر يطلع من حاله. بدل أنه مدام الكل عم بيحكوا عليه. يخلي على القليل شكل حلو. كريمال الناس تانيين يدلوا يتأثروا بشكله. شو حلو الإنسان على طبيعته. وشو أريح له. شو خيب نام هيك على مخديته مرتاح. بس يكون فعلا مش لابس هالكناع. وبد يدل تاعب حاله حتى يحافظ عليه. حلقتنا خلصت للأسف. حلقتنا خلصت. بس أحقلك آخر فكرة. هلأ بس أجت على رأسي. أنه نحنا مؤثرين كتير بالميديا. من شان هيك بقلكم ما بقى تتأثروا بالميديا أبدا. بالأفلام قليت. بتنام المرة. بتوعى فول ميك أب. بتكون بعض دواعية فول ميك أب وشعرها مصبت. هاي بالحقيقة. هاي بالحقيقة. بالحقيقة بدكتوعي شعرك منكوش. وشكلك مجعلك. وشوي شوي تقلعي. شي طبيعي أنه نكون على طبيعتنا. ما بقى نتأثر بالإنفلوانسرز وبالسوشال ميديا وبالدعايات. لأنه كلها كزم بكزم. إن شاء الله يا رب الكل يكون وصل المساج لإلون. شكراً لك أبونا. وبشوفك إن الله أراد الأسبوع الجاية. مشاهدينا برايك وما نكامل معكم.